اشتركوا في القناة 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 برعا مفتلة هعملها كلها غرزة حش بالطريقة دي كده خلصت كده السطر الاولاني في الكولة وخدنا الحفة الاولانية بتاعت العراوي ودلوقتي هروح للجنب التاني اللي هو المرض بتاع الزراير برضو عشان ننقل من الكولة للحفة التانية برتفع برضو سلسلة لاني برضو هعمل غرزة حش وبعدين ابتدي اشتغل بنفس الطريقة اللي اشتغلت بيها الحفة الاولى او المرض الاولاني هشتغل بنفس الطريقة المرض التاني غرزة حش اشتغل على الفتل نفسها مش بدخل في الفتحات عشان ما وسعهاش بالابرة ناديم بالكم كده واخلص الحفة كلها يبقى غير ما يدور الكولة والتنين مرض المرضين لتنين انا بعمل غرزة حش وده السطر الاول اللي انا بعمل اللي صعبا فيه اسطر تانية فبدخل في الفتل كده بتاعت الغرزة عشان ما شدش الغرزة ولا فتحها واعمل غرزة حش وكمل السطر كله خلصت هنا الحفة التانية يبقى انا خدت داير ما يدور ما بين الحفة الاولى او المرض الاولاني والكولة والمرض التاني فخلصت كده كله سطر حش هعمل ليه بقى دلوقتي هعمل كله هعيد عليه تاني بس بسطر غرزة نص عمود فهبتدي ارتفع عشان هعمل غرزة نص عمود هرتفع اتنين سلسلة والف الشغل وبعدين خلص كده هيبقى سهل الغرزة اللي انا اشتغلت فيها الاتنين سلسلة مش هشتغل فيها وادخل في الغرزة اللي بعدها واعمل غرزة نص عمود واللي بعدها غرزة نص عمود كله هيبقى غرز نص عمود والغرزة خلاص واضحة لان انا اشتغلت سطر عبارة عن غرز حشو فدلوقتي الغرز خلاص واضحة وبدخل فيها على طول كل غرزة بدخل واعمل واعمل فيها غرزة نص عمود بادخل فيها واعمل غرزة نص عمود شوفوا سهلة بقت ازاي ده السطر التاني وحلف داير ما يدور الجزء كله ده هيبقى شكل السطر التاني اللي هو غرزة نص العمود هكمل لغاية ما اوصل للكولا برضو وحنشوف هنلف ازاي على الكولا من الناحية دي خلصت كده الحرف بغرزة نص عمود وجيت للكولا وعشان هعمل نص عمود على الكولا فهرتفع اتنين سلسلة لف بيهم وبعدين ادخل في الغرزة اللي بعدها على طول وعمل غرزة نص عمود وحكمل لغاية الطرف التاني نهايته بنفس الطريقة وزاي ما ارتفعت في الكولا اتنين سلسلة الناحية التانية برضو انا بلف هلف باثنين سلسلة عشان اعمل زاوية للكولا وتبقى مريحة ما تبقاش مجدودة وكمل الجزء التاني لغاية اخر المرض التاني برضو بغرزة نص عمود يبقى انا عملت السطر الاولاني غرزة حشو والسطر التاني عملت غرزة نص عمود وحرجع ونشوف هنكمل برضو ازاي الغد دلوقتي لسه ما عملتش العراوي بصوا انا دلوقتي بعد ما عملت السطرين سطر في المرض سطر حشو وسطر نص عمود ابتديت دلوقتي احط علامات للعراوي اللي انا هعملها عشان ابقى عارفة انا هحط مكان العروة فين لان قدام العروة هعمل الزرار طيب انا حددت ازاي بالنسبة للعراوي سبت حوالي سنتي من تحت وحطيت اول عروة عشان تبقى لو انا بحب اقفل الجاكت من تحت فيه ناس بتحب فيه ناس ما بتحبش بس برضو نحطه عشان نكمل قيمة الشكل وبعدين في اخر الجزء بتاع القمر حطيت علامة تاني يعني انا فيه عروة هعملها هنا وفيه عروة هعملها هنا في المكان ده قدامها يعني وبعدين ابتديت اوزع العراوي بان انا اسيب خط او سطر بتاع الغرز ده اللي هو بيمس الاخر واحدة اسيبه وعمل في اللي بعده يعني بسيب واحد في النص اوه لو واخدين بالكم يبقى انا حطيت عروة تاني وهكذا سبت وحدة وفي الوحدة اللي بعدها حطيت ماركر وهكذا ووزعت على ست عراوي يعني انا كده هعمل ست عراوي بس الجزء اللي فوق ده انا مش هزرره ولا هعمله عروة فالعراوي هتبتجي من تحت لان هنا الجزء ده كده هيبتجي يتفتح فانا مش عايزة الجزء اللي فوق اعمل فيه عراوي وزراير مش هبقى بالنسبة لي مش هبقى حبان طيب انا دلوقتي محتاجة ان انا كمل لسه المرد المرد بالنسبة لي لسه مكملش ولا المرد ده ولا المرد ده يعني انا عاملة هنا سطرين وعملة هنا سطرين وزيهم عملت عند الكولة الكولة برضو عملتلها سطرين لو انا كملت تاني زي ما انا ماشية وازود على الكولة الكولة هتبهوأ مني مش هتبقى حلوة طب انا هشتغل ايه هرجع بقى اشتغل على ناحية ناحية في المرد اشتغل على ناحية واشتغل على الناحية اللي بعدها ليه لان انا مش عايزة الكولة تزيد عن كده لو حضرتك عايزة تزوجي في الكولة مفيش مشكلة وما تقطعيش الخيط هتكملي داير ما يدور لغاية ما القمر عند المرد عند حضرتك يخلص انا بالنسبالي مش حبه الكولة تزيد اكتر من كده فبالطريقة دي انا هبتدي اشتغل على المردين لتنين بس طبعا بدم مردين وهفق بيفصل بينهم الكولة يبقى انا هشتغل على كل مرد لوحده نشتغل الاول على مرد العراوي لان انا اصلا قريدي الخيط موجود فيه فهنشتغل عليه وبعدين نشوف مع بعض عليه اعمل العراوي ازاي وبعدين الناحية التانية اكملها واعمل عليها الزراير انا دلوقتي اشتغل على المرد اللي فيه العراوي اللي هعمل فيه العراوي وزي ما قلت لحضراتكم تاني انا عملت فيه سطرين سطر حشو وسطر نص عمود السطر التالت دلوقتي هعمل فيه غرزة نص عمود برضه فهتجي ارتفع اتنين سلسلة وألف الشغل وبعدين المكان اللي ارتفعت فيه اتنين سلسلة مش هشتغل فيه هشتغل في الغرزة اللي بعده على طول يعني تاني غرزة على طول هشتغل فيها واشتغل غرزة نص عمود في نفس الغرزة اللي انا كنت عملاها السطر اللي فات زي السطر اللي فات بالزبط غرزة نص عمود منها ان انا بكبر المرض بكبره شوية طب انا هكبر المرض كده بمزاجي انا هحط الزرار ده طب الزرار ده لما اجي حطه بصوا بقى انا ليه بكبر المرض بالنسبة لي شوية عايزة لما حط الزرار بصوا المرض باجي من فين المرض باجي من هنا من النقطة دي لو جيت حطيت كده الزرار هيطلع برا المرض طبعا مش حلو جدا شوفوا الزرار كده طالع برا انا عايزة الزرار يبقى متواسطا على المرض في وسط المرض اذا انا هشتغل الشغل بتاعي بيحدد او بيتحدد على حجم الزرار اللي انا حطه والحجم ده الجاكت معقول جدا لهو كبير ولهو صغير فانا هشتغل هكمل السطر ده كله بغرزة نص عمود زي ما حضراتكم شايفين كده غرزة نص عمود هكمل السطر كله وارجعلكم كده خلصت السطر الرقم 3 في المرض اللي هو بتاع العراوي انا لسه بعمل في مرض العراوي خلصت السطر الرقم 3 وهرجع عليه السطر الرقم 4 لان انا خلاص زي ما اتفقنا ان انا الحلية بتاعت الكولة خلاص مش هشتغل عليها تاني هرتفع برضو اتنين سلسلة والف الشغل وبعدين الغرزة اللي انا اشتغلت فيها السلاسل هي اول عمود مش هشتغله هشتغل في الغرزة التانية غرزة نص عمود وكل الغرز هشتغل عليها غرزة نص عمود وده السطر الرقم 4 انا بعيد معاكم الاسطر عشان ما تتلغبطوش وتشوفوا انا عملت ازاي لكن حضرتك ليكي الحرية تشتغلي اكتر من كده اصغر من كده انا بعمل اللي هو على حسب الافلة بتاعت الجاكت بتاعي والزرار حجمه قد ايه فانا كده بشتغل السطر الرقم 4 وغرزة نص عمودش في المرد بتادي بان وده كمان الضهر ده الوش بتاعه اهو هكمل السطر كله ده السطر الرابع هكمله وان شاء الله في السطر الخامس هنشوف هنعمل العراوي ازاي خلصت كده السطر الرابع في المرد بتاع العراوي وحبتدي دلوقتي السطر الخامس وهعمل فيه العراوي هرتفع اتنين سلسلة ولف الشغل وبعدين هبتدي اعمل اول عروة هعملها هنا بصوا المركر فيه المركر اهو فانا عايزة اعمل العروة قدام المركر على طول بحيث خط المركر يبقى في نص العروة فانا هشتغل اول غرزة انا خلاص عملت اول غرزة دي سلسلتين هاجل الغرزة التانية واعمل غرزة نص عمود وبعدين اعمل الغرزة اللي جنبها غرزة نص عمود الغرزة دي اهي في قبلها غرزة اهي انا هسيب الغرزة دي والغرزة بتاعة المركر والغرزة اللي بعدها هسيب ثلاث غرز واعمل قصادهم ثلاثة سلسلة وعدي الثلاث غرز واحد اتنين واحد اتنين تلاتة وادخل في الغرزة رقم اربعة هعمل غرزة نص عمود يبقى انا سبت مكان للزرار وبعدين عايزة اكمل من المركر ده لغاية المركر التاني واشتغل بنفس الطريقة فحاجل الغرزة اللي بعدها واعمل غرزة نص عمود واكمل بغرزة نص عمود لغاية المركر طيب قبل ما اكمل واتعب نفسي هل دي تدخل لي الزرار اكمل واشوف او اجرب ادي الزرار اهو الزرار اهو دخل وسهل جدا وجميل جدا فانا خلاص كده بالنسبة لي مظبوط طيب ممكن لو الزرار عند حضرتك اكبر هتعملي ايه هتعملي اربع سلاسل وتسيبي اربع غرز طب لو الزرار اصغر هتعملي اتنين سلسلة وتسيبي اتنين غرزة فهم حضرتك يعني برضو زي ما بقول بنعرف الطريقة ايه وبنشتغل هكمل انا لغاية الماركر التاني ونشوف هنعمل ايه وصلت للماركر التاني واجي غرزة الماركر اهي سيبت قبلها واحدة وهسيب بعدها واحدة وهعمل تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة وهدخل في الغرزة رقم اربعة واعمل غرزة نص عمد يبقى دايما الماركر هيبقى في نص الغرزة الماركر هيبقى في نص العروة ما دين بالكم وبعدين اشتغل واكمل لغاية الماركر اللي بعده وهكذا هشتغل السطر كله بنفس الطريقة دي هشتغل لغاية العروة التانية اواريها برضو لحضراتكم ازاي بنعملها وصلت للماركر التاني الغرزة في النص هيه هسيب واحدة قبلها وواحدة بعدها يبقى هعمل تلاتة سلسلة وبعدين واحد اتنين تلاتة في الغرزة رقم اربعة ابتدي اعمل غرزة نص عمود واكمل بنفس الطريقة لغاية اخر ماركر انا عملته انا هحط ست زراير فيبقى مفروض عندي ست عراوي انا هعمل ست زراير يبقى مفروض عندي ست عراوي هكمل الجزء ده عملت السطر اللي فيه العراوي ودي كانت اخر عروة وانا الجزء ده كله انا ما عملتلوش عراوي زي ما قلت لحضراتكم دلوقتي بقى هشتغل فوق العروة لان ما ينفعش اسيب العروة كده ضعيفة العروة مفروض انها في النص فحتجي ارتفع غرزة واحدة لان السطر اللي بعد العروة على طول انا هعمله غرزة حشو تفعت غرزة غرزة سلسلة وبعدين ادخل في الغرزة اللي بعدها واعمل غرزة حشو وحشتغل السطر كله غرزة حشو وحنشوف لما نيجي للعروة هعمل فيها ايه كل الجزء الاولاني ده اللي مفروش عروة هشتغل غرزة حشو عادية خالص وحنشوف دلوقتي هنكمل ازل كده انا بشتغل في السطر السادس اللي هو السطر اللي بعد سطر العراوي على طول واشتغلت غرزة حشو وبعدين وصلت هنا لأول عروة اهيه انا كنت عاملة في العروة ثلاثة سلسلة هدخل جوه السلسلة واعمل ثلاثة غرزة حشو يعني على قد السلسلة اللي انا عاملها ثلاثة غرزة حشو اخرج بره السلسلة وكمل عادي الغرزة اللي بعدها اهيه اعملها غرزة حشو انا اشتغلت قبل العروة غرزة حشو جوه العروة أشتغلت تلاتة غرزة حشو وهكمل لغاية العروة التانية ونشوف برضو هنعملها ازاي وصلت للعروة التانية وزي ما عملت في العروة الأولانية هعمل في العروة التانية جوه السلسلة لأني عاملة تلاتة سلسلة فهعمل تلاتة غرزة حشو واحد اثنين تلاتة بعد نخرج على الغرز اللي برة على طول واعمل فيها غرز حشو وكمل السطر بتاع العراوي ده كله ده احنا قلنا السطر الرقم كام السطر الرقم 6 لأن السطر الرقم 5 هو اللي عملت فيه العراوي اكمل السطر كله وارجع له اشتغلت كده سطر الحشوس بعد العراوي واحد السطر الرقم 6 والعراوي كان سطر رقم 5 فهعمل دل وقت السطر الرقم 7 وده هعمله غرز نص عمود فارتفع اتنين سلسلة ناكل ده عشان أخلي بقى العروة في نص المرد ما تبقاش على الحرف عملت اتنين سلسلة وهسيب الغرزة اللي فيها السلسلة وادخل على الغرزة اللي بعدها واشتغل عادي خالص غرز نص عمود وده كده السطر الرقم سبعة وحيبقى السطر الأخير فمش هعمل بعضه أسطر تانية عشان نبقى حافظين لأن الناحية التانية لازم تبقى زيه كل غرز نص عمود لغاية آخر المرض الغرز باينة خالص قدامي فوق كل غرزة حشو بعمل غرزة نص عمود اهي شكلها يبقى كده خلاص كده بالنسبالي هتبقى العروة مظبوطة مش هعمل عليها أسطر تاني وده عرض القمر المرض اللي هو من هنا لهن ويبقى كده عملت كم سطر عملت سبعة أسطر هخلص السطر كله ويبقى خلصت المرض بالطريقة دي ولو فاكرين المرض التاني كنت عاملة فيه سطرين بس سطر حشو وسطر نص عمود فاضل خمس أسطر هعمل فيه بنفس الطريقة برضو اللي عملت بيها هنا السطر رقم واحد كنت عاملة حشو السطر رقم اتنين كنت عاملة نص عمود هشتغل بقى السطر رقم تلاتة والسطر رقم أربعة والسطر رقم خمسة هعملهم نص عمود السطر رقم ستة اللي هو كان بعد العروة هنا طبعا مش هعمل عروة وهعمل السطر رقم ستة هعمله حشو السطر رقم سبعة هعمله نص عمود بنفس الترتيب اللي عملت به المرض الاولاني هعمل به المرض التاني ويبقى كده اخلص المرضين وهرجع لحضراتكم ونشوف كمان تركيب الزراير ركبناه ازاي وهركب زرار معاكم ونشوف بيتركب ازاي وكده حبايبي نكون خلصنا المرضات بتاعة الزراير العراوي وكمان ركبت الزراير في زرار لسه هركبه مع حضراتكم نشوف بنركبه ازاي عملنا زي ما اتفقنا 7 اسطر للمرض كل مرض عملت له 7 اسطر وقسمناهم مع بعض ازاي انا لسه ما شلتش الماركر على اساس اوريكم ان انا كل ماركر عملت قدامه العروة وركبت قدامه برضو الزرار وبقى المرضات بالطريقة دي وفي اللبس كمان جميل جدا ومريح جدا جدا زي ما قلت لحضراتكم ان انا فوق ما عملتش عراوي وزراير عشان حابة اخليه مفتوح بالطريقة دي لو حضراتكم حابين تقفلوا لغاية الاخر لغاية مكان الكولة ممكن تزودوا عروة او اتنين وزرار او اتنين احنا خلاص عرفنا الطريقة وسهل جدا ان احنا نعمل لما باجي افتح الزرار الاتنين زي بعض وتركيب الزرار زي ما قلت ما بيبقاش على الحرف قوي بيبقى فيه حتة من المرض بتبقى بينه وزي بالزبط العروة بيبقى فيه حتة بعد العروة بتبقى مشغولة كده منسوجة على اساس انه ما بيبقاش الزرار متطرف برا بالعروة وممكن تتقطع مع الاستعمال او حتى شكلها ما بيبقاش حلوة هنشوف مع بعض ازاي دلوقتي نركب زرار من الازرار اللي انا ركبتها ده شكل الزرار اللي انا هركبه وبيتخيط من المنطقة الورا دي حاجة كمان لما بادي اخيط الزرار في الكروشي او التريكو مش لازم اخيط بنفس الخيط اللي اشتغلت بيه لان ممكن اوي ابقى عايزة اغير الازرار بان انا اجدد وعلى فكرة التجديد في اللبس ممكن بالازرار بس ممكن اغيره بوردة بتاع لكن الزرار ممكن اغيرها وادي شكل جديد او كأنه البلوفر او السويتر او الجاكت جديد بالنسبة لي فلو جيت افك الزرار او اقص الخيط منها عشان افكها وهي معمولة بنفس الخيط اللي اشتغلت بيه في الحالة دي ممكن اقطع غرزة من الغرز فانا بجيب خيط عادي بتاع مكن عادي لونه بس مقارب شوية لونه مقارب شوية للشغل اللي انا بشتغله لكن مايبقاش خيط من نفس نوع الخيط طيب حاجي اعمل ايه بص انا باجي اخيط الزرار بعمل ايه بحط الاتنين على بعض بالرغم ان انا عارفة مكان الزرار فين لان انا محددها بالقسطر اللي هي بتاعة الغرز العندان فباجي احط كده ساوي الاتنين ببعض كده وبعدين العروة اهي بدخل جوه العروة اهو بواسطا العروة كده فنص العروة بدخل الابرة فانا كده عرفت المكان بتاع الايه بتاع الزرار هحط ايجي عليه كده وشيل الابرة وبعدين هفتح فتحة صغيرة من الغرز كده ما بين الغرز بصوا الحتة دي الصغيرة دي بدخلها جوه بحيث انها هتبلي من برا كده بصوا كاني غطست كده الزرار وبعدين هاجي اخد غرزة بقى من هنا وادخل في الفتحة بتاع الزرار واطلع من ناحية تانية في غرزة من الغرز وابتدي امشي عليها بالطريقة دي يبقى انا حطيت بيت الزرار بالزبط كده التعبير بيت الزرار في الشغل في المرض وببتدي اخيط عليه بقى بتبت عليه عشان لما اجي استخدمه من كتر الاستخدام مايفكش مني او مايبقاش نازل كده من المرض ويبقى شكله مش لطيف بس خلصته خلاص مااخدش مني ثواني في نفس الوقت انا زبطة المكان بتاعه عشان لما اجي لبسه مايبقاش بالنسبالي الزرار في حتة والعروة في حتة او يبقى المرض في حتة مفتوحة بيبقى شكله مش لطيف خالص عرفته الطريقة بقى اللي انا عمد بيها بطبق المرضين على بعض طبق المرضين على بعض كده ودخل الابرة في مكان العروة واطلع بيها لمكان الزرار واعلم خلاص عليها فين هاشتغل كده خلاص خلاص بس هقفل بقى واسبت الخيط عارفة ان كلكم شاطين تعرفوا تخياتو الزرار بس للبنات الصغيرين اللي مش عارفين او لحد مبتدي جديد يبقى حتى الزرار ركبته معاكم بس كده خلصته وحبتدي عايز اقول لكم بجد بجد في اللبس جميل جدا جدا هيعجبكم صدقوني سواء هتعملون نفسكم طويل او قصير او حتى اللي بناتكم اللي هم بيروحوا الجمعة او كده او بنات يعني في سن 14 12 13 كده شوفوا ده الشكل الكله ده دلوقتي هشيلوا وهنبتدي نعمل ايه بقى دلوقتي هنبتدي نعمل الاكمام ومش هتاخد مننا وقت ان شاء الله هنعملها ونخلصه بسرعة ونلبس السويتر ونستمتع به وننبسط به يلا معايا نشوف مع بعض هنعمل ايه خلصت الكم الاولاني وعملت له اسويرة من نفس غرزة الكولة والقمر بتاع الجاكت ونفس الغرزة في الكم وهنعمل مع بعض دلوقتي الكم التاني هنبتدي نلضم مع بعض الكم التاني وهبتدي ألضم الكم من منطقة النص اللي هي من الغرزة دي فاكريني الاتنين ماركر اللي أنا كنت حطاهم في الأول خالص وأنا بشتغل فأنا دلوقتي هدخل في المنطقة اللي في النص دي وابتدي أسحب الخيط من هنا شايفين هدخل فين شايفيني الغرزة دي هدخل فيها هنا كده هبتدي أسحب الخيط وأسبته وأرتفع غرزة سلسلة لتثبيت الفتلة الأولى وبعدين أرتفع اتنين تاني عشان بأعملت عمود أنا هبتدي دلوقتي أعمل السطر ده اللي هو سطر الأعمد فهبتدي أعمل إيه السلسلتين دول لو فاكرين أنا كنت بفصل بين الفسطونة دي وغرزة الحشو دي بأتنين سلسلة فهدخل فيها وأعمل اتنين عمود وبأخذ الفتلة بتاعت البداية معي يبقى هبتدي أعمل هنا اتنين عمود يبقى التلاتة سلسلة اللي في الأول عملت عمود بيهم يعني كأنهم عمود فأول غرزة بعد كده الاتنين سلسلة دول اللي هو الفراغ ده عملت فيه اتنين عمود فاكرين دي غرزة الحشو هعمل فيها واحدة عمود وبعدين هخرج على الفراغ اللي هو عبارة عن اتنين سلسلة هعمل فيه اتنين عمود وادخل تاني في غرزة الفسطونة المقلوبة دي هي غرزة فسطونة مقلوبة فهبتجي أدخل فيها زي ما ابتديت في الأول خالص وهعمل عمود هدخل في الفراغ واعمل اتنين عمود وغرزة الحشو هعمل فيها عمود وهكذا غرزة الفراغ هعمل فيها اتنين عمود وبعدين هاجي هنا شايفين الجزء ده أنا قبلت السطر اللي هنا اللي هو سطر الغرز الأعمدة فيه في البداية هنا في الغرزة دي شايفينها شايفين الغرزة دي هدخل فيها واعمل عمود وبعدين جوه العمود هاخد فتلتين منه كده هدخل واعمل عمود وبعدين الغرزة دي هعمل فيها عمود بصوا ماشي ازاي انا ما فتحتش اي حاجة كله شغلت زي الفل وبعدين هنا قبلت السطر اللي هو ايه بقى كان سلسلة وعمود سلسلة وعمود فجوه الفراغ هعمل العمود وفوق العمود هعمل عمود وجوه الفراغ هعمل عمود وفوق العمود هعمل عمود وكمل بقى لغاية ما اوصل كل ده هيبقى زيه بقى كل ده الجزء ده لغاية ما اوصل تاني لبداية السطر خلصت كده السطر الاولاني وده اهم سطر في الكم وحافظت على الغرز وده طلع معايا طبيعي مشانا اللي عملته انه عدد الغرز يقبل الاسم على 6 عشان احافظ على نفس الغرزة لو فاكريين في البداية في الجزء الاول خالص في اول فيديو كنت بقول انه لازم عدد الغرز يقبل الاسم على 6 وعشان كان البلوفر او الجاكت مفتوح فكنت بزود كمان واحد هنا يقبل الاسم على 6 فطلع معايا العدد 90 غرزة بالظبط انا لزودت ولا نقصت يعني ايه جات طبيعي كده طب لو ما جات ش طبيعي معاك ان حضرتك يبقوا يوصلوا لعدد يقبل الاسم على 6 يتنقص واحد يتزودي واحد المهم يقبل الاسم على 6 عشان ما يلغبط الكيش العدد كل سطر لما تيك تشتغلي طيب انا هنا بعد ما خلصت السطر وخلصت العدد وطمنت عليه وطلع العدد هنا كمان زي عدد الكم التاني لان انا عملت الكم الاولاني خلاص هاجي في الغرزة رقم 3 ليه ممكن يبقى غير اللي طلع مع حضرتك لان الاعداد عند حضرتك الاعداد عندي طلع معايا ان الغرزة اللي قفلت فيها هي الغرزة اللي انا بعمل فيها الفسطونة اللي هي عمود وتتنين سلسلة وعمود هي جات بالصدفة معايا ممكن تيجي مع حضرتك عمود عادي ممكن تيجي مع حضرتك غرزة حشو سلسلة يمثله عمود وبعدين اعمل اتنين سلسلة يمثله الفراغ وبعدين في نفس المكان هعمل عمود يبقى عمل تأول فسطونة اللي هي عمود واتنين سلسلة وعمود واخدين بالكو عشان جات معايا انا كده مش مش شرط يبقى مع حضرتك كمان كده احنا قلنا الكروشيه مش حفظ الكروشيه طريقة واطبق على الاعداد بتاعتك فانا هنا طلعت معايا البداية عند اول الفسطونة اللي هي عمود واتنين سلسلة وعمود لو اخدين بالكو اللي هي لما قلبناها كده عمود واتنين سلسلة وعمود فهي جات فوقيها على طول بالصدفة فانا هشتغل فيها عمود اول عمود واول عمود هيبقى ثلاثة سلسلة وبعدين اتنين سلسلة اللي هي بتاعت الفراغ يبقى هبتجي بخمسة سلسلة وبعدين اعمل العمود يبقى خلصت الفسطونة وبعدين بعمل اتنين سلسلة واعد واحد اتنين في الغرزة رقم ثلاثة هعمل غرزة حشو وبعدين اتنين سلسلة وبعدين اعد واحد اتنين في الغرزة رقم ثلاثة هعمل فسطونة من عمود واثنين سلسلة وعمود واكمل السطر كله تقسمته بنفس الطريقة فسطونة عبارة عن عمود واثنين سلسلة وعمود وبعدين بسيب اتنين غرزة وعمل اتنين سلسلة وبعدين غرزة حش اتنين سلسلة وبسيب غرزتين وفي الثالثة فسطونة وهكذا هكمل السطر كله وده بداية تقسيمة الكم من فوق من تحت الباط خلصت كده السطر هاختمه مع حضراتكو هنيم مع حضراتكو هنا انا بعد ما خلصت اخر فسطونة عديت كل الفسطونات اللي انا عملتها طلعت نفس عدد الفسطونات اللي ابتديت بيها كم التاني ماينفعش برضو يبقى كم واسع وكم ديق ماينفعش كم يبقى عدد الوحدات فيه اقل او اكتر من وحدات بتاع الكم التاني فانا بالزبط العدد زبطت الكمين مع بعض هم تلعوا برضو كده لان من الاول خالص الحردات كنت زبطاها في المقاسات وفي العدد هنا خلصت الفسطونا دي وبعدين اتنين غرزة سبتهم وعملت اتنين سلسلة وعملت غرزة حش وبعدين هعمل اتنين سلسلة وبعدين اسيب واحد اتنين وفي الفسطونا الاولى اللي انا ابتديت بيها اول عمود بتلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة هدخل وعمل غرزة منزلقة عشان ننهي السطر يبقى انا كمان زبطت حاجة تانية عايزة حضراتكم تاخدوا بالكم منها اخر السطر كان عبارة عن ايه يبقى انا نهيت السطر هنا هنا غرزة فسطونا دي اخر السطر بقى غرزة فسطونا غرزة حش غرزة فسطونا وبعدين افلت مع غرزة الفسطونا يعني غرزة فسطونا بعدين حش وبعدين غرزة فسطونا انا ماشي كده مظبوط مفيش اتنين فسطونا لدموا في بعض مفيش اتنين حش ولدموا في بعض فاهميني الفكرة يعني انا بشتغل وبس انا بشتغل وبزبط ايدي بحيس احافظ برضو على نفس الوحدات ونفس الترتبة كده خلصت السطرين في الوحدة هنا دي كانت بداية وحدة بقى يعني من اول الفسطونات بعد ما خلصت الغرزة الاولانية اللي بنت عليها اللي هي غرزة العمود دي تعتبر اول سطر في الوحدة اللي هو سطر الفسطونات وغرزة الحشو هبتجي بقى اعمل ايه هدخل جوة الفسطونا واعمل منزلقة عشان انا عايزة بتيجي من هنا عايزة بتيجي من جوة الفسطونا وبعدين هبتجي اشتغل الغرزة بتاعة المجموعات دي فاكرين غرزة المجموعات التلات مجموعات هبتيجي أعملها أول واحدة هبتيجي أعمل ثلاثة سلسلة وبعدين أدخل وأصحب أسيب غرزتي على الإبرة وكده أعملت كأني أعملت عمودين والعمود الثالث لما أعملت العمود الثالث بقى فيه ثلاث غرز بس على الإبرة دي البداية بس ما يجراش حاجة هروح واخدهم كلهم مع بعض وبعدين هبتيجي أعمل اتنين غرزة سلسلة وبعدين أشتغل عادي بقى غرز المجموعات اللي هي عمود الثاني الثالث وما بس لتهمش غير كلهم مع بعض فاداني الأربع غرز طب ليه في الأولاني ما أعملش عشان دي كانت بداية السطر وكد تبادية العمود الأولاني بتلاث سلسلة وبعدين أصحب وأعمل اتنين سلسلة وبعدين أدخل تاني في نفس المكان وأعمل عمود ما بقفلوش العمود الثاني ما بقفلوش العمود الثالث وبقفل الثلاثة كلهم مع بعض وبعدين غرزة سلسلة يبقى أنا خلصت المجموعة الأولى هي بعدي بقى بغرزة السلسلة أعدي على الحش وبتجي أقرر تاني السطر الغرزة اللي بعدها وبتجي أعمل مجموعات نفس الحكاية كأني بشتغل في جسم الجاكت بالزبط أخلص السطر كله بنفس الطريقة دي أنا بشتغل على أساس أن حضراتكم خلاص حفزتوا الغرزة بأن ده تالت فيديو فيها بنشتغل وحكمل بنفس الطريقة دي لغاية ما خلص السطر وارجع للنقطة دي تال كده خلصت الوحدة وهعمل غرزة سلسلة عشان أتخط غرزة الحشو دي وبعدين هبتدي في الغرزة رقم 3 في العمود الأولاني اللي كنت عملت 3 سلسلة وأقفل بغرزة منزلقة كده خلصت وعايزة أبتدي في السطر الجديد اللي هو سطر غرزة عمود وغرزة سلسلة فأنا عايزة أبتدي من هنا عايزة أبتدي من الفراغ الأولاني لما بين المجموعتين دول فهدخل في الغرزة رقم 2 وأعمل منزلقة مجرد أن أنا بس أمشي من الحتة دي أعمل منزلقة وبعدين أدخل في الفراغ وأعمل منزلقة وبتدي من هنا أعمل 3 سلسلة يمثله أول عمود وبعدين غرزة سلسلة يبقى أنا عملت كده أربعة سلسلة وبعدين أروح للفراغ التاني وأعمل عمود وسلسلة وأروح للفراغ بين الاتنين فسطونة وأعمل عمود وسلسلة يبقى أنا بشتغل دلوقتي في سطر الأعمدة والسلاسل وبعدين أدخل في الفراغ اللي بعده في الوحدة اللي بعدها أعمل عمود سلسلة والفراغ اللي بعده عمود وسلسلة وهكذا برضو الفراغ بين الاتنين فسطونة بعمود وسلسلة هشتغل كده وخلص السطر كل وصلت كده لغاية آخر السطر وعملت العمود وغرزة سلسلة طيب فاكرين بقى أول عمود عملته في أول فراغة هو هعد بقى واحد اتنين تلاتة وأدخل في غرزة السلسلة رقم تلاتة وأعمل غرزة منزلقة عشان أقفل السطر بصب أماشي أزاي بقى ده آخر غرزة كنت عاملاها عمود وبعدين فيه سلسلة دخلت قفلت في الثلاث سلاسل وسبت غرزة سلسلة لأن عمود وسلسلة شوفوا بيانت إزاي إنه العمودة هوا والسطر مقفول إزاي كده بقى السطر الأخير اللي هعمله مع حضراتكم وهنكمل بعد كده بنفس الغرزة هنا أنا فوق العمود ده وهعمل سطر الأعمدة من غير سلاسل فهتجي أعمل ثلاثة سلسلة يمثله العمود الأول وبعدين أدخل جوه الفراغ وأعمل عمود وفوق العمود هعمل عمود وجوه الفراغ عمود وفوق العمود عمود وهكذا هكمل بقى السطر كله بنفس الطريقة وابتدي أكمل الكم كله لغاية الطول اللي هو قبل الإسويرة عشان أنا عاملة إسويرة هتاخد طول معايا الإسويرة أهي أنا عاملة طول للإسويرة فأنا هشتغل بس لغاية قبل الإسويرة هنا وبعدين أكمل البيئة إسويرة بس هكمل البيئة هشوف مع حضراتكم إزاي الإسويرة طلعت صغرتها كده عن وسع الكم كله لأن أنا بالنسبالي مش بحب الكم الواسع أو الإسويرة بتاعته تبقى واسعة بحبه يبقى حابق كده فهوريكو إزاي نعمله بنفس الغرز بعد نفس عدد الغرز أو نعمله بغرز أقل هنشوف مع بعض ده هنعمله إزاي بس بعد ما نخلص الكم وهنشتغل بقية السطر أعمل حبابي وكده خلصت الكم عملت فيه زي الكم التاني بالزبط عملت عشر وحدات من وحدات الشغل يعني واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر العشرة ده بالنسبالي أنا الطول مناسب طول الكم كده مناسب نسبة لحضرتك هتقيسي على حضرتك أو للشخص اللي حضرتك هتعمليله يعني طول الكم ده بيختلف طيب هنيجي هنا أنا في الوحدة الأخيرة الوحدة العشرة فاضل السطر الأخير اللي هو سطر الأعمدة اللي زي ده طيب أنا بالنسبالي اتساع الكم ده واسع علي قوي يعني أنا لو حطيت إيجي فيه الكم كده بالنسبالي حيبقى واسع في ناس تحبوا كده تحبوا كم الجاكت بالطريقة دي عادي مفيش مشكلة أنا مش بحبه كده طيب أنا عايزة ديقه أديقه إزاي؟ يعني لو حضرتك مش عايزة تدقيقه هتسيبيه على كده لكن أنا عايزة ديقه فهديقه من سطر الأعمدة فاكرين سطر الأعمدة فاكرين سطر الأعمدة اللي كنت بزود فيه في الأول في البلوفر أو في الجاكت أنا المراجي هنقص منه فأنا هنا عمل عمود وبعدين كنت بدخل هنا أعمل عمود وفوق العمود عمود يعني في الفراغ بعمل عمود وفوق العمود عمود أنا هرتفع تلاتة سلسلة يمسروا العمود الأولاني اللي هو فوق العمود ده مفروض أدخل جوه الفراغ وأعمل عمود أنا مش هدخل أنا هدخل على طول على العمود اللي بعده وأعمل عمود مفروض أدخل في الفراغ وأعمل عمود لا مش هعمل كده هدخل في فوق العمود نفسه وأشتغل عمود أبقى أنا هنا هخلي المسافة النص يعني دوران الكم هخليه النص مش هشتغل في الفراغ لكن هشتغل فوق العمود وهكذا كل السطر مش هشتغل في الفراغ هشتغل جوه العمود او اللي هو فوق العمود يعني يبقى بالطريقة دي انا باختصر عدد الغرز للنص بالزبط ليه؟ ده بالنسبة لي انا انا عايزة ديق عايزة الاسورة تبقى حاكمة على المعصن بتاع اليد حضرتك حب تخليه واسع كده خلاص ازيوا ليك مفيش مشكلة وحكمل السطر كله بنفس الطريقة بصوا هيبتدي يديق بقى ازاي انا اشتغلت بس فوق الاعمدة ما اشتغلتش في الفراغات هكمل السطر كله وارجع له وصلت كده لاخر السطر وحقفل في الغرزة التالتة في السلسلة بتاعت اول عمود ابتديت بي بصوا بقى هنا صغرت ازاي الاسورة بصوا بقيت ازاي يبقى انا في ايدي اتصرف في الحاجة اللي قدامي حسب مقاسي انا يعني كل واحد حسب مقاسه وبعد كده هبتدي بقى اعمل غرزتين عمود من قدام وغرزتين عمود من ورا عشان اعمل الجزء ده اللي هو عملناه زي قبل كده الياقة او الكولة والقمر بتاع الجاكت فانا هبتدي معاكو دلوقتي اول غرزة هبتدي تلاتة سلسلة والتلاتة سلسلة دول فوق اول ثلاث سلاسل كنت عاملاهم وبعدين هدخل في العمود الاولاني واعمل عمود امامي والعمود التاني عمود امامي برضو العمود اللي بعده عمود خلفي من ورا اللي بعده عمود خلفي وبعدين اتنين عمود امامي وبعدين اتنين عمود خلفي وهفضل اعمل كده الغات ما السطر يخلص والسطر اللي بعده زي ما احنا متفقين بشوف العمود الامامي بشتغله زي ما يكون امامي وزي ما يكون خلفي يعني بنفس الطريقة احنا شرحناه قبل كده واخلص طول الاسورة الطول اللي انا عايزاه برضو ده كما يحلو لحضرتك الطول اللي احنا عايزينه انا هنا عملت كم سطر عملت واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر اتناشر عملت اتناشر سطر فهعمل اتناشر سطر هنا وابقى كده خلصت الاسورة وخلصت كمان الجاكت كل وكده حبايب نكون خلصنا البلوفر بتاعنا المفتوح من قدام او الكارديجان او الجاكت او السويتر اتمنى يا رب يكون عجبكم واتمنى يا رب تنفزوه وتلبسو تتهنو بي يا رب حب اشكركم كلكم على دعمكم لقناتي واشتراكاتكم فيها حقيقي بجد يعني اخوات بمعنى الكلمة حقيقي بحبكم جدا جدا بشكركم كلكم باي باي اشتركوا في القناة